السلام عليكم اليوم هنتكلم عن البيسيك ايروي البيسيك ايروي هي اول خطوات البرائماري سيرفي فلو جان شخص في الطوارئ ايش هنتعامل معه في طريقة ال ايروي او في خطوات ال ايروي اول شي انا اعمل له هيت تلت او جو ثرست متى استخدم الهيت تلت و متى استخدم الجو ثرست الهيت تلت استخدمها في الحالة العادية يعني شخص ما هو جايني بتروما الجو ثرست استخدمها في اشخاص التروما ليش؟ لانه الهيت تلت انا بحرك رقبة المريض في التروما ممكن يكون فيه فانا ما ابغى بالهيت تلت او حركة الرقبة اللي انا حسويها ان انا ازود مشكلة المريض او ازود الانجري اللي في في السيرفايكال سباين بعد ما عملت الهيت تلت او الجو ثرست اعمل كلير للسيكريشنز اي سيكريشنز موجودة في ال ايروي اعمل لها كلير واذا كان فيه فورين بادي اشيله طيب بعد ما شلت السيكريشنز او شلت الفورين بادي اركب اوروفرينجيال ايروي او نيزوفرينجيال ايروي طيب ايش الفرق بين الاثنين؟ اوروفرينجيال ايروي بيكون عن طريق الفم النيزوفرينجيال بيكون عن طريق الانف طيب لمين استخدم الاوروفرينجيال؟ استخدمه للانرسفونسف بيشنت اللي انا مني خايف منهم من القاق ريفليكس طيب النيزوفرينجيال ايروي استخدمها في ال اويك بيشنت و كونترا اندكيتد ان نستخدمها في حالات الميد فيس فراكتر و الباس اوف سكال فراكتر طيب كيف اتاكد من المقاسات تبعتها الاوروفرينجيال ايروي بما انها جاية من الفم فانا اشوف المقاس تبعها من الكورنر اوف دا ماث للكورنر اوف دا ماندبل هنا اعرف انه المقاس تبعها كويس النيزوفرينجيال بتكون من التوب اوف دا نوز لالاير لوب كده هي تمام التكنيكس الاوروفرينجيال ايروي ادخلها بس بتكون عكس في الادولت بتكون عكس اول ما عدي اللسان اعكسها وتصير بشكل الحلق يعني في البيدياتريك بيشنت لا ادخلها على طول لا تكون معكوسة ولا اي حاجة واستخدم تنك ديبريسر و ادخلها على طول طيب النيزوفرينجيال ايروي اعمل لها تكون بمصطرحات لو باشراحها نظري بتكون متعامدة على الوجه الوجه زي كده انا بدخلها بهذه الطريقة فبتكون الوجه او بنقول انها هي موازية للنزل فلور يعني موازية للنزل فلور النزل فلور نقول بهذه الطريقة هي بتخش بهذه الطريقة هي موازية للنزل فلور طيب ركبنا الوروفرينجيال ايروي والنيزوفرينجيال ايروي نركب حاجة بعدها اسمها باك فالف ماسك ايش الباك فالف ماسك ماسك باركبه فوق انف و فم المريض عشان اوصل له الهواء اعمل خلاص ابدأ اضغط عليه عشان يدخل الهواء لجسم المريض طيب الوروفرينجيال والنيزوفرينجيال ايروي هي يعني خلينا نقول انها هي سوفرا غلوتيك ايروي ديفايسيس يعني ما عدت الفوكل كورز او ما عدت الابيغلوتس فمعناه انا لما باضغط الهواء انا بدخل الهواء للنغز زائد ان انا بدخلها للسطومك فعندي تطلع من هذا الشيء بما انه انا ما بافصل بس الرئة الحالة بما اني بسوي الشيء ده فممكن يصير في عندي ريسك برضو لو زوت المنتيليشن ممكن يزيد الانتراثرسيك بريشر هيقلل الفينوس ريترن مما يؤدي انه يقلل الكارديك اوتبوت طيب لو دخل الهواء للسمك ممكن تتملع بالهواء فيصير فيه فميتينج و ريسك و ريسك و ريسك طيب الطريقة عشان اتاكد انه الماسك كويس و ما في فراغات بطريقة السي اي تكنيك يعني ان انا امسك بيدي و تكون هذي الاصباعين بحرف السي و هذي الاصباعين هذي ثلاث اصابع حرف الاي سواء بيد واحدة او بنفس الطريقة باليدين ممتاز او في حاجة اسمها الثمب تكنيك يعني ان انا بس اركزه بالثمب و يكون باليدين طيب تاكدت من انها مشبوكة فيه يجب ان اضعها في بعض الحالات لو كان الشخص كبير في السن و مركب طقم اسنان اذا بس بعمله ما احتاج ان انا اشيل طقم الاسنان بس اذا انا هعمله اشيل طقم الاسنان عشان لا تصير فيه مشاكل ثاني اضعها في بالي اللي هو اذا كان المريض مدقن استخدم مع كي واي جين طيب نيجي الان نتكلم عن المين ايروي القراثم المين ايروي القراثم يعني انا كيف احدد انه هذا الشخص اعمل معه اي نوع من انواع ال ايروي او اي نوع من انواع الانتوبation لو كان شخص عندي كاردياك الرست او نير كاردياك الرست استخدم معه الكراش ايروي لو كان شخص ما عنده ما عنده لا كاردياك الرست ولا هو قريب من الكاردياك الرست اشوف الدفكالتي اذا فيه دفكالتي استخدم معه الدفكالت ايروي القراثم وحنتكلم دحينا عن الدفكالت ايروي القراثم اذا كانت ما في عنده اي دفكالتي استخدم معه الار اس اي كيف يعني خلينا نقول انه شخص جانه بانهيليشن انجري هذا واحد من انواع مثلا اللي هي كان شخص طبيعي ما عنده اي دفكالتي استخدم معه ار اس اي طب لو شخص نفس هذا الشخص جاء بانهيليشن انجري بس جاني اوبيس او جاني جاني مثلا المقاسات حقه الفم اللي حنتكلم عنها بعد شوية في الدفكالت ايروي لا تناسب الانتوباشن وقتها استخدم معه اويك انتوباشن ليش استخدم معه ال اويك انتوباشن لان ال اويك انتوباشن عبارة ان انا ححب بخاخص زي لو كان في هذه المنطقة يعني انا ما عملت مصر الاكسيشن وقتها اعمل الانتوباشن اعمل الانتوباشن وهو صاحب فانا محا خاطر بانه ممكن اعمل مصر الاكسيشن فاجي افك بالليرانجيوسكوب ولقيه difficult وانا قدت كده معطيه مصر الاكسيشن فانا بخاطر كده ان انا ماني قادر ادخل الانتوباشن فممكن يدخل في هايبوكسية عندي فلا اذا كان difficult من بره او يعني في risk of difficulty استخدم معه ال اويك انتوباشن اذا كان ما هو اوبيس قلنا مثلا واحد عادي انهيليشن انجيري برضو خلينا نقول ولكن عادي شخص عادي ما عنده اي distorted anatomy ولا هو اوبيس والمقاسات اللي سويناها كويسة وكل حاجة استخدم معه RSI على طول طيب عندنا فيلد ايروي ايش هو الفيلد ايروي الفيلد ايروي اللي هو انه ثلاث مرات انا حاولت اعمل انتيوباشن وما ضبطت معي ما ضبطت معي هذا فيلد ايروي واكلم الدكتور اللي بعدي يجي يسوي بداني خلاص انا عندي ثلاث مرات ما ضبطت ثلاث مرات اللي معي يجي الدكتور اللي بعدي يحاول يسوي واللي هو يكون اكثر خبرة مني هو اللي يجي يسويها نيجي الان نتكلم عنه types of intubation نذكرناها قبل شوية عندنا ال crash intubation والawake والrapid sequence intubation ال crash intubation قلنا انه هو immediate intubation without using of muscle relaxant any muscle relaxant الا انه ممكن استخدم single large dose of succinyl choline طيب الawake intubation ان انا استخدم xylokane بس عشان انا اعمل block للنيرف زي اللي هنا فانا اوقف وانا اعمل ال intubation والpatient صاحي وكوبرتف متى استخدم او خلينا اكمل ال rsi نفس الكلام بيكون بيكون شخص يعني بحاول اعمله انتوبation بس اعمل مصر relaxant معها فالفرق بين ال rsi وال crash intubation هو اني انا بعطي مصر relaxant انا سميته كده crash intubation اعطيت المصر relaxant سميته rsi ايش الانديكيشن تبعهم ال crash intubation في حالة مثلا unresponsive patient respiratory failure ممكن عندي severe respiratory distress upper airway obstruction استخدم معها crash intubation ال awake intubation استخدمها في حالة rsi contraindicated استخدمها اذا في حالة مثلا في ال elective surgery والpatient طلب مني انه انا ابغى اكون صاحي في العملية او مو صاحي في العملية انا ابقى اكون صاحي وسط ال intubation فانا يعني اعمله ال intubation ويكون صاحي واتأكد بعد كده اناومه فهذه هو ال patient preference عندي كمان some of severe limited airway access اذا كان في مثلا يعني a block في ال larynx وفي مشكلة كده يعني فانا وقتا ممكن استخدم الزايلوكين ابو خله زايلوكين يبدأ يهدى الوضع شوية اقدر ادخل بكل سهولة ال rsi استخدمه في حالات ال anticipate difficult airway يعني انا الان استخدم ال rsi عشان انا ممكن متوقع بعدين يصير في difficult airway طيب ممكن كمان في ال patient at high risk of aspiration وال some of trauma cases هذي ال indication لكل نوع من انواع ال intubation هذي طيب ال difficult airway اول حاجة خلينا اتكلم عن ال indication of intubation متى انا الشخص ده اعمل له intubation اعمل intubation في حالات اذا كان الشخص ما هو قادر انه هو maintain او protect ال airway زي اذا مثلا كان الجي سي اس اقل من ثمانية في حالات التروما airway تروما هذي كلها ما هو قادر يعمل maintain او protect ال airway طيب غير كدها failure to ventilate مثل كده متى اقول انه هو failure to ventilate او failure to oxygenate اذا كنت ا MH American اية حاول عطي ال mioxygen hoxygen وال oxygen saturation تبعه بggل او هو قليل من الاساس او انه انو صار في رايزنج لل saturation of the carbon dioxide اخرة معانا اللي ها Anticipatory يعني متوقع لأن الأدعاء قادمةOracle الى لوسمه الانهلاسان الان هو كويس ممكن بعدين يصير فيه لارنجي الديمة فما حيقدر يتنفس فانا اعمله الان لانه وقت لما يصير لارنجي الديمة انا ما حقدر اتعامل معاه حطر ان انا ممكن ادخل مثلا بكريكو ثاروتومي الى اخره طيب عندنا انا في الاكتك شوك انكريز ووركوف بريث ممكن يوصل معايا يتنفس بسرعة 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 الى ان فجأة يصير فيه فتيق ويصير ما يقدر يتنفس بعد كده طيب نتكلم الان عن الديفكلت ايروي الديفكلت ايروي عندنا اربع كلمات كل كلمة احروفها لها معنى وطبعا كل واحدة لشيء الليمون للارنجيوسكوب عندنا المونز للباك فالف ماسك الرود للسوبروغلوتيك ديفايسيز وعندي السمارت للسيرجري فانا مثلا عندي الليمون ليمون اول كلمة لوك اكسترنالي انا شايف مثلا من بره من قبل ما امسك المريض حتى اشوف و اقول انه البني ادم ده شورت نيك فالديفكلت ان انا اعمله لرنجيوسكوب ال اي عندي ان انا اعمل افاليواشن ل 3-3-2 3-3-2 يعني ايش يعني انا نعمل ثلاث اصابع اقول للمريض يحط ثلاث اصابع فمه بهذه الطريقة اذا انه كان عدد ثلاث اصابع او انه قدرت تخش معناه انه هو ممكن يكون كويس او اذا كانت اقل من ثلاث اصابع هذا ممكن اشوف انه هو ديفكلت للانتوباشن برضو نسك كلام ثلاث اصابع هنا و اصبعين هنا كده انا قلت انه هو ديفكلت او لا طيب الام عندي حاجة اسمها ملمباتي سكيل الملمباتي سكيل بانه هو مجرد ما يفوق فمه انا اشوف اذا شفت الهارت بالت اذا شفت كل حاجة سيقول انه هو او ليفل ون او سكور ون لقيت بدعت تتروح التونسلر باللز هذا ليفل تو ليفل ثري وفور هم اللي عندي الديفكلت الاو عندي اللي هي الاوبسيتي والاوبستركشن واخر حاجة الان اللي هي النك موبيلتي يعني لو شخص اساسا ما يقدر يحرك رقبته بشكل كامل هذا بيكون عندي الديفكلتي ان اعمله باللرينجيوسكوب طيب نيجي للكلمة اللي بعدها او اللي هي الديفكلت للبي في ام عندي الماسك سيل اذا ما قدر يمسك الماسك بشكل كويس الاو اللي هي الاوبسيتي الاو اللي هي الايجينج او الايجد اذا كان يعني كبير في السن الاو ن نو تيث الاو الس الاخيرة اللي هي ستيفنس اوف ذا لانج يعني كان فيه مثلا عنده لانج فاي بروسس فانا قد ما انا قاعد انفخ ما حيستجيب لانه اللانج ما قاعدة تعمل ريكويل او انه هي ما قاعدة تستقبل الهواء نيجي للديفكلت سوبراغلوتيك ديفايسيس عندنا الار او دي اللي هي ريستريكتد ماوث فهذا انا ما حقدر ادخله مثلا للأوروفارينجيال يعني هو مو قادر يفوق فمه بشكل كويس عندي الاو اللي هي برضو نفسك كلام اوبستركشن او اوبسيتي والدي اللي هي ديستورتد اناتومي نيجي للسيرجري او الديفكلت سيرجري يعني الديفكلت ان انا اخش اعمله سيرجري في انتير نيك ابروش زي عندي السمارت اللي هي الاس او الوحدة ان كان في سيرجري في نفس المنطقة الام اللي هي اذا كان عنده ماس زي هيماتومة او ابسس الا ا اذا كان في عندي مشاكل في الاكسس اكسس بروبلمز الار اللي هي الرادياشن ان كان في رادياشن في هاده المنطقة او التي ان كان في تيومر في نفس المكان اللي انا هاخش له سيرجيكال فهذه كلها ديفكلت ايروي بناء على دا كله نفس الكلام اللي قلناه قبل شوية اللي هو ان كان موجود عنده اي حاجة من دول وهو جايني محتاج انتوباشن انا هنا وقتها هقرر عنده اي شي من دول هقرر هل انا استخدم معه كراش هل انا استخدم معه اويك انتوباشن ولا ارس اي ما عنده ولا اي واحدة من دول وهو شخص طبيعي بس محتاج انتوباشن اعمل له ارس اي نجي الان ليه الارس اي والتفاصيل الارس اي الارس اي عندنا اختصار له سيكس بيز عندي ستة كلمات تبدأ بحرف البي في الرفض سيكونس انكوباشن اول حاجة بريباريشن يعني ان انا ابدأ اجهز في الاغراض اللي عندي ثاني كلمة بري اوكسيجينيشن بري اوكسيجينيشن يعني ان انا اعمل للمريض فينتيليشن لمدة ثلاث دقائق عشان انا اعمل سيف ابنية لمدة ستة لثمانية دقائق يعني انا بحاول انفخ لثلاث دقائق عشان لما اشيل الفنتيليشن واحاول اعمل انتوباشن هو ممكن يكون في ذاك الوقت ما قاعد يتنفس انا اعطيته مسر الاكسنت هو ما قاعد يتنفس فانا وقته هنا ادل نفسي فرصة ستة الى ثمانية دقائق دقائق ان انا ما يسر له مشكلة او ما ينقطع النفس عنده عشان انا اقدر ادخل بالانتوباشن خلصت الستة لثمانية دقائق اللي عندي ارجع اعمل فنتيليشن مرة ثانية عشان ادي نفسي فرصة اطول طيب نيجي بعدها للبري تريتمنت البري تريتمنت عندي اذا كان انكريز في الانترا كرينيال بريشر اعطيله فنتنيل اذا كان مثلا عندي ديكريز في البلد بريشر اعطيله فلويدز او فاسو بريسر كان في عندي اسيدوسيز ممكن اعطيله بايكارب ومنتين الفنتيليشن كان عندي انسيولايسيز اعطيله ميدازولام طيب نيجي للبوزيشننج البوزيشننج عندي اذا كان شخص عادي اعمله سنفنج بوزيشن السنفنج بوزيشن ان انا بعمل هيد اكستنشن يعني برجع الراس وفي نفس الوقت نيك فليكشن فبيكون كده بهذه الطريقة فبيكون هيد اكستنشن نيك فليكشن اذا كان شخص اوبيس انا اعمله رامت بوزيشن الرامت بوزيشن ان انا حاول ارفع ارفع المريض يترفع الظهر حق السرير الى ان يصير السترنم وهو نايم يعني السترنم بمحاذاة الاكسترنال اوديتري ميتس هذه استخدمها في الابيس بيشن طيب نيجي للبيل اللي بعدها اللي هي باراليسز ويذ اندكشن قلنا انه الفرق بين الارس اي والكراش انتوبشن ان انا باستخدم معه ماسر ريلاكسنت ايش الماسر ريلاكسنت اللي انا ممكن استخدمها اللي هي انا اسف ايش السيداتفز اللي ممكن انا استخدمها هي الكيتامين والاتوميديت هذي السيداتفز اللي انا ممكن استخدمها بعدها ادخل خلاص الانتوبشن واعمل بروف بالاشياء اللي حنقولها بعد شوية واخر شي اللي هو ايش بوست انتوبشن منجمنت اعطي انالجيزيا بعد ما خلاص اعطيته الانتوبشن ممكن اعطيله انالجيزيا ممكن اكمل في السيداشنز ممكن اعمل منجمنت للفنتيليتر نيجي الان الكونفرميشن طيب اول شي عندنا اللي هي الكونفرميشن عنده تريكيا الكاربون ديوكسايد مونيتر هذا عبارة عن شي صغير كده الوان بما انه كواليتيتف فيكون لون اذا كان اللون اصفر يعني هو في التريكيا اذا كان اللون بنفسجي يعني في الاسوفيكس طيب نيجي اللي بعده اللي هو كوانتيتيتف كوانتيتيتف عبارة عن ارقام بالمونيتر اللي يكون موجود عندي اشوف اذا لقيت الرقم صار كويس والرسمة صارت منتظمة اعرف انه هو في المكان الصحيح ايش فيه اشياء ممكن تعطيني في الكوانتيتيتف فولس بوزيتف او فولس نيجيتف يعني ممكن يكون موجود في الاسوفيكس بس برضو يعطيني فوزيتف ساين ايش هي زي عندي مثلا اذا كان فيه بسبب اللي انا عملته في الباك فالف ماسك انا عملت اكسيسيف فينتيليشن صار يطلع هوا من الستومك فبالنسبة للمونيتر هو هوا بيقولي انه هو في المكان الصح اذا كان فيه كربونيتيت بيفريج فرم السومك ممكن كمان برضو اه في حالات اذا كان الاندو تريكيال تيوب في السوبرا جلوتيك ريجين فهو فيه هوا هناك في هذه المنطقة من الرئة بس هو لسه ما دخل التريكيه هذا فولس بوزيتف طيب ايش الاشياء اللي ممكن تعطيني فولس نيجيتف يعني هو موجود في التريكيه بس ما هيعطيني ساين اللي هي مثل الحالات اللو كارديك اوتبوت زي السبير شوك والكارديك الرست بالنسبة للكوينتيتيتيتيف اتكو هو البست ميثود خلينا نقول انه هو البست ميثود الى الان طيب الالترا ساوند عندي الترا ساوند استخدموا في حالات الكارديك الرست قولنا مثلا هنا الكارديك الرست هو حيعطيني فوزيتف ساين فالالترا ساوند استخدموا عشان اشوف اذا لقيت سنجل شادو يعني تريكيه اذا لقيت دبل شادو يعني اسوفيكس نيجي للشي الثاني اللي معانا اللي هو البلب او سيرنج اسبيريشن ديفايسز هذا برضو يوسفل في الكارديك الرست الشي اللي بعده اللي هو البوجي 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 اذا باست ديبلي يعني بشكل سهل وسلس معناه ان انا دخلت في الوسوفيكس اذا وقف فجأة معناه انا دخلت في التراكيا عندي فيزيكال ايجزامينايشن الفيزيكال ايجزامينايشن انا اعمل اسكلتيشن في اللنغز وفي نفس الوقت في الابيقاستر كريجن في الابيقاستر كريجن عشان اسمع لو كان فيه الهواء داخل في هذه المنطقة او سمعت النفس في الابيقاستر كريجن اعرف انه الانديو تريكل دخل في الاسوفيكس واشوف في اللنغز عشان اتأكد غير كده ممكن اشوف التكثف 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 واخر حاجة عندي اللي هي الفايبر اوبتك سكوب الفايبر اوبتك سكوب هو الجولد ستاندرد هذا افضل شيء ولكنه انفيزف فعشان كده في الحالات العادية انا استخدم الانديو تريكل كاربون ديوكسايد نعمل مراجعة سريعة البيسيك ايروي قلنا اول شيء نعمل هيت تلت او جو ثرست الجو ثرست تعملها في الترومة بعد كده عمل كلير سيكريشن استخدم اوروفرنجيال ايروي او نيزوفرنجيال ايروي بعد ما اركب الاوروفرنجيال ايروي اشوف ال back valve mask وذكرنا الكمبليكيشن اللي ممكن تطلع منها المين ايروي الالجوريثم قلنا نير كارديك الرس او نير كارديك الرس استخدم معه ايروي ما لقيته لا كارديك الرس ورا نير كارديك الرس اشوف هذي الاشياء لقيت في اي واحدة من دول استخدم معه وابدأ افكر في الديفكال ايروي الالجوريثم اشوف اعمل معه اي واحدة من انواع الانتيباشن هذي الحمد ولا واحدة من دول استخدم معه ال RSI على طول قلنا ال الانتيباشن التبع تبع المنزر ثانية 11 تبع تبع تبعات الالجوريثم وذكرنا الانتيباشن و كل الالجوريثم الانتيباشن منها كل الانتيباشن وماذا تعني كل واحدة منهم الرابيد التبعات الانتيباشن الانتيباشن وكذلك خلصنا